انطلقت فعليات مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة طائرات بأفريقيا في نسخته الحدية والثلاثينة يحضر المؤتمر باهتمام كبير من شركات الطيران العالمية والأفريقية والجاتذات الصلة كمنصة تجمع تحت سقف واحد مقدمي العديد من خدمات الصيانة وعمرة الطائرات نشتغل في جميع الديستنيشن في غرب أفريقيا وفي شمال الأفريقيا وفي جنوب الصحراء إن شاء الله نسأنا مع زملاء في المؤتمر علشان نعمل لقاء مع شركات الطيران إن شاء الله سيكون خلال الأسبوع الأخير من فبراير أو الأسبوع الأول من مارس عشان نرتب إزاي نعرف نتعون وننمي قدرتنا في أفريقيا ونساعدهم ونساعد بعض ونكتسب خبراتهم ونكتسب خبراتهم إننا في تنمية العلاقات للنقل الجوي حركة النقل الجوي بتنمو يوم بعد يوم المنتظر إن شاء الله حركة النقل الجوي العالمية تزيد في حدود الأربعة إلى خمسة في المية خلال الفترة القادمة لازم أفريقيا والشركات الأفريقية ومصر الطيران والشركات المصرية كلها يكون لها نصيب كبير في هذه الزيادة المضطردة في حركة الطيران بالفعل نحن سعداء بوجودنا اليوم هنا مصر الطيران لديها من الخبرات ولديها من الإمكانيات سواء من تدريب الفنيين أو تدريب العديد من المهندسين كذلك وبالتالي فنحن نسعى دوما لتحقيق أعلى معدل من الأداء وتطوير منظومة النقل الجوي بالتعاون مع مصر وبالتعاون مع شركة مصر الطيران ونحن نحاول أن نتجاوز كل هذه التحديات هذا المؤتمر في واقع الأمر يعد فرصة رائعة ومميزة من أجل تبادل الخبرات ومن أجل تحقيقي أقصى معدل من الإنتاج وتطوير قدراتنا بالتعاون مع الأشقاء في بصر شركة مصر الطيران لسيانا فهي شركة معتمدة دوليا وهي بتقدم أعمال السيانا لأكتر من 136 شركة حول العالم هي توجدنا في أفريكا وتوجدنا في أوروبا وتوجدنا في أكتر من مكان نقدر نقدم خدمات السيانا لشركات كبرى وده معناها أن الشركات كبرى زي شركات سعودية شركات أردنية شركات تركية حتى كمان بتيجي تعمل أعمال السيانا بعض الشركات منهم شركات أوروبية بتيجي تعمل أعمال السيانا معناها أن فيه ثقة كبيرة في إمكانيات ومهندسين شركة مصر طيران للسيانا